اشتركوا في القناة بحث سبول تعزيز علاقات صداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين والتي تندرج في إطار رؤية صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى تطوير تعاون جنوب جنوب لفائدة القارة الأفريقية وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن سيد خنوش أكد أن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك حفظه الله على استعداد لتقاسم خبراتها مع البلدان الأفريقية الشريكة وأضاف البلاغ أن المسؤولين أعربا عن ارتياحهم لمستوى التشاور السياسي القائم بين البلدين مشيرا إلى أنه تم تنويه بدعم جمهورية ساوتومي وفرنسبي ديمقراطية لمغربية الصحراء حيث قامت بافتتاح قنصرية عامة لها في العيون شهر يناير من عام الفين وعشرين جدد المغرب اليوم الجمعة بأديس أبابا تضامنه الثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتزامه لصالح إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وأكدت سفيرة المغرب لدى إثيوبيا وجيبو تينزها علوي محمدي في كلمة بمناسبة تخليد اليوم العالم للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة أن سلاما حقيقيا بشرق الأوسط يجب أن يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة في إطار حل الدولتين معربة عن أسفها للوضع المأساوي بقطاع غزة وذكرت رئيسة مجلس السفراء العرب بأديس أبابا بالإجراءات التي قام بها المغرب بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد النسادس بما في ذلك إرسال العديد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على صعيد آخر أفدت وزارة الأوقاف وشون الإسلامية اليوم الجمعة بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف حج 1446 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من التاسع إلى 13 من دجمبر المقبل وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه بالنسبة للمواطنين والمواطنات المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أصفرت عنه عملية القرعة والذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1446 هجرية في المرحلة الأولى ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج من يوم الاثنين التاسع من دجمبر إلى غاية يوم الجمعة الثالث عشر من دجمبر 2024 مع قبول ياشيك المصادقي عليه تتواصل بطنجة فعاليات ملتقى التشغيل تحت شعار فرص جديدة أفاق واعدة والذي يهدف إلى تعزيز وتدبير التشغيل المحل للشباب والنساء في طنجة وتتوان باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي هو فضاء يلتقي فيه الشباب الباحث عن العمل والعارضون من المؤسسات الاقتصادية والصناعية بحثا عن فرص جديدة وآفاق واعدة الملتقى يجمع عدة فاعلين محليين ودوليين هدفهم مناقشة قضايا التشغيل وفتح آفاق جديدة للشباب والنساء بمدينة سيطنجة وتتوان هذا المنتدى للتشغيل هو مهم لأنه يجمع واحد العدد المهنيين وتبارك الله يعني العروض دي العمال كثيرة جدا في المنطقة اليوم الهدف هو أن الحكومة جايب واحد العرض للخدمات جديد ميزانية مهمة كتفوق الـ 14 مليار ديال الدرهم في هذا القانون المالية ونبدأ بابتداء من البداية ديال السنة فواحد العمالية ديالتشغيل كبيرة تشمل خصوصا الناس لما عندهم الشهادات الملتقى الذي تستمر فعالياته إلى غاية الثلاثين من شهر ونبر الجاري يشكل فرصة للاطلاع على مختلف البرامج التدريبية والمهنية المتاحة في مختلف المجالات وكذا تواصل مع الخبراء والمختصين في مجال التشغيل خلال حضوره الاجتماع الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة دول العربية أجرى وزير العدل عبدالطيف وهبي مباحثات مع عدد من نظرائه العرب بقيت تفاصيل في تقرير هشام فرحان على هامش عقادي الاجتماع الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أجرى وزير العدل عبدالطيف وهبي مباحثات مع نظيره المصري عدنان فانجري مباحثات همت عددا من القضايا أهمها تبادل التعاون في ميدان التشريعات وزير العدل المصري الذي عينا أخيرا والذين نفتحنا معه نقاش حول بجمع من القضايا خاصة تبادل المعتقلين إلى غير ذلك من القضايا المطروحة علينا بشكل مشترك أخرى أن نتعاون وتبادل التشريعات في مجال الدكال الاصطناعي إلى غير ذلك من القوانين وفي نفس اليوم التقيته مع السيد وزير العدل العراقي الذي كانت لقاء مع حميمي في الحقيقة وتناقشنا وتقرر أنه ننوقع اتفاقيات في البغداد في أقرب الأجال الاجتماع الأربعون لمجلس وزراء العدل العرب ناقش مجموعة من القضايا من قبيل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما تمت مناقشة الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية وفي خبر آخر عقد أمس الخميس بمدينة فاصل لقال الجهة والتشاور الثالث حول إعداد خارطة طريق التجارة الخارجية للفترة ما بين 2025-2026 عودة مع هشام فرحان في إطار مقاربتها التشاركية الرامية لتوسيع النقاش مع الفاعلين الاقتصاديين المحليين عقدت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية بمدينة فاص اللقاء الجهوي التشاوري الثالث حول إعداد خارطة طريق التجارة الخارجية للفترة ما بين 2025-2026 اليوم جهة فاسم كناس موجودة باش تحسن من الأرقام ديالها ديال التصدير اليوم 10.6 مليار درهم سنويا المرتبة الخامسة 3% من مجموعة الصادرات المغربية هي أرقام لا ترقى إلى المستوى ديالجهة فاسم كناس وبالتالي هذا الاجتماع وهذا اللقاء الاستشاري مع الناس كل المتدخلين في التجارة الخارجية في التصدير جاء من أجل بلورة واحدة استراتيجية جديدة إن شاء الله سنة 2025 وفي المستقبل وتم خلال اللقاء التشاوري الحث على ضرورة تثمين القطاعات الصناعية الواعدة كصناعة السيارات والصناعة الغذائية والنسيج والصناعات الكيموية إلى جانب الصناعات الميكانيكية والصناعات التعدينية الجهة ديالنا ليه اليوم كتعرف واحدة القلة ديالتصدير ما كان متلوه إلا ثلاثة في المئة من القيمة الإجمالية ديالصادرات المغربية وقد نعطوه محكا بير أن هذا الأرقام هذا يتموضعفه في الجوجلة في ثلاثة في سنوات قليلة المقبلة إن شاء الله وتتواصل اللقاءات التشاورية الجهوية حول خريطة طريق التجارة الخارجية إلى غاية الثالث عشر من دجمبر المقبل حيث ستكون مدينة العيون آخر محطة من هذه اللقاءات تم إلقاء درس حول موضوع جدلية الدين والتدين في السياق المعاصر مناهج النظر ومستلزمات التجسير وذلك بمناسبة افتتاح ماستر الحكامة الأسرية في سياق الاجتهاد المقاصد بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية تقرير لردوان استقيم جدلية الدين والتدين في السياق المعاصر مناهج النظر ومستلزمات التجسير محور درس ألقي بمناسبة افتتاح ماستر الحكامة الأسرية في سياق الاجتهاد المقاصدية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء لا شك أن المستوى الأكاديمي الذي يتم فيه تطارح هذا الموضوع اليوم هو مستوى له هذا التجاوب مع الاستعدادات والمؤهلات التي عند السيدات والسادة الأساتذة وعند أبنائنا الطالب والطالبات من أجل أن يكون عندهم هذا الوعي الذي يؤدي إلى القيام بالجهود المناسبة والتي تبعد الفتنة وتحل السكينة هذا الدرس يندرج في إطار سلسلة من الدروس الابتتاحية التي دأبت الكلية على برمجتها مع بداية موسمها الجامعية هذا الدرس الابتتاحي يأتي في واحد درفية عامة لمهمة جداً رحنا نعرفها أولاً الحمد لله كان هناك تفكير في مدونة الأسرة مدونة جديدة ويندرج كذلك في إطار فتح مصر جديد تحت عنوان الحكامة الأسرية وتميز هذا اللقاء العلمي بحضور ثلث من العلماء والباحثين والأكاديميين والمثقفين والمهتمين بالمجال الأسري تخليداً لليوم العالمي لمكافحة سيدا جرى اليوم الجمعة بأقدير الاحتفال بمرور عشرين سنة على إنشاء أكبر مركز مرجعي للتكفل بمرضى سيدا بالمغرب والذي يتابع حالات أكثر من خمسة آلاف شخص متعايش مع الفيروس وأوضح بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذا الاحتفال الذي يندرجه في إطار الاستراتيجية الوطنية والجهوية المندمجة لمكافحة السيدا والأمراض المنقولة جنسياً والتهابات الكبد الفيروسية للفترة الفين واربع وعشرين الفين وثلاثين ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين تهراوي بحضور روال جهة سوس مسا عامل عملات أقدير إدو تنان وعامل أقاليم عملات الجهة ورئيس مجلس الجهة وشخصيات أخرى تم بجماعة تمس لحت بإقليم الحوز رفع لوائل أخدار الدول للبيئة بمدرسة الشهيد علال بن عبدالله الابتدائية وذلك في إطار برنامج المدارس الإيكولوجية بقي التفاصيل في تقرير لردوان مستقل جماعة تمس لحت بإقليم الحوز حيث رفع اللواء الأخضر الدولي للبيئة بمدرسة الشهيد علال بن عبدالله الابتدائية وذلك في إطار برنامج المدارس الإيكولوجية الذي تشرف عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة الاحتفال بتتويج خمس مدارس إيكولوجية بجهة مراكش أسفي بشرط اللواء الأخضر أما على الصعيد الوطني فبرنامج مدارس الإيكولوجية حقق كذلك إنجازات بارزة بمنح تسعين مدرسة إيكولوجية شرط اللواء الأخضر للموسم الدراسي 2023-2024 برنامج المدارس الإيكولوجية يرم ترسيخ التربية البيئية في المناهج المدرسية وفسح المجال للتلاميذ والتلميذات لبناء مشروع بيئي عملي في محيطهم الثمراء للجهود المتدخلين والمتدخلات وكذلك المتعلمين والمتعليمات بالأندية التربوية التعليمية بالمؤسسات التعليمية الذي يأتي بعد الاشتغال لمدة ثلاث سنوات على محاور مهمة في طار البرنامج المدارس الإيكولوجية الذي يتم تفعيله في طار شركة متميزة وستراتيجية بين مؤسسة محمد السيد الحمية البيئة ووزارة طبيعات التعليم الأولي والرياضة الحصول على شارة اللواء الأخضر راهن باعتماد بيداغوجية مشروع تدبير البيئي من طرف المؤسسة التعليمية بالإشراك الفعال للمتعلمات والمتعلمين من خلال تطبيق برنامج المدارس الإيكولوجية والتحصين التدريجي للوضعية البيئية للمؤسسة التعليمية أكد المشاركون في الندوة الأفريقية الأوروبية حول الحوكمة المسؤولة لذكاء الاصطناعي بوجده أن التقدم التكنولوجي يجب أن تواكبه حوكمة أخلاقية ومسؤولة لضمان مستقبل رقمي شامل وعادل تقري لغزلان القطاوي الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي موضوع ندوة إفريقية أوروبية نظمت برحاب جامعة محمد الأول بوجده هذا اللقاء جمع خبراء في الذكاء الاصطناعي وصناع القرار السياسي وباحثين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني من إفريقيا وأوروبا حيث ناقشوا سبل ضمان حوكمة أخلاقية وشاملة للذكاء الاصطناعي مسألة الذكاء الاصطناعي مهمة جدا بالنسبة لليونسكو وخاصة الجانب الأخلاقي منها كما تعلمون في عام 2021 اعتمدت الدول الأعضاء 193 في اليونسكو توصية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وهي أول نص معياري عالمي حول هذا الموضوع بما أن الذكاء الاصطناعي صار جزءا من حياتنا اليومية انخرطت جامعة محمد الأول في هذه الثورة التكنولوجية من خلال إحداث فرق بحث ومختبرات ومشاريع بحثية الأمر الذي مكنها من الحصول على جائزة أفضل جامعة إفريقية في الذكاء الاصطناعي السنة الماضية الذكاء الاصطناعي أصبح واقع جد مهم والجامعة يجب عليها أن تلعب الدور المنطبية في تطوير هذا الميدان للذكاء الاصطناعي وما له من أهمية في جميع الميادين هذا الحدث مثير للاهتمام لأنه يجمع من جهة ممثلية المجتمع المدني وصناع القرار السياسي ومن جهة أخرى الأكاديميين حول موضوع التكنولوجيا الحديثة ولأننا نعتبر أن هذا المزيج من مختلف الخبرات هو بالضبط ما هو مطلوب خلال هذا اللقاء العلمي أوصل متدخلون بضمان حوكمة أخلاقية وشاملة لذكاء الاصطناعي كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجيا كما جرى توقيع اتفاقيات شراكة تتعلق بالتكوين والبحث العلمي ودعم الجامعة في هذا المجال الحيوي احتفالا بالذكرى المئوية لتأسيسها أطلقت علامة قهوة كاريون العريقة بتعاون مع السفارة البرازيلية في المغرب أسبوع اكتشاف غناء القهوة البرازيلية ونحن نخلد الزكرى المئوية لتأسيس كاريون ندعو عشاق القهوة للسمتاع بأسبوع خاص لتذوق القهوة البرازيلية ذات النكهات المعقدة المعززة بنفحات الشوكولاتة والجوز ونكهات أخرى لا تضاها الحدث أتاح للزوار التعرف على القهوة البرازيلية وتنوع أصنافها وطرق زراعتها ونكهاتها المختلفة القهوة مكون أساسي في الثقافة البرازيلية وهي تساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي وبالنسبة لهذا الحدث فهو مهم للغاية إذ يعرف الجمهور المغربية بهذا المنتوج البرازيلي الرائد وتعد البرازيل البلد الأمريكي الجنوبي أول منتج للقهوة في العالم وفي الخبر الفني نظمت جمعية رباط الفتحة للتنمية المستديم أمس برباط صهر أندلسية أحيتها جمعية نجوم الأندلس وذلك في طاري برنامجها سنوي خميس الأندلس الدورة الثانية والعشرون من خميس الأندلسيات المنظمة من قبل جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة شكلت مناسبة للاحتفاء بالطرب الأندلسي من خلال تقديمه في قالب إبداعي متميز جوق جمعية نجوم الأندلس برئاسة عبدسلام الأملاحي الوزاني تفنن في عزف باقة من النوبات والقصائد الأندلسية قصائد ونوبات رددها الحضور بما تحمله من أصالة ترنو دوما إلى التجدد وتعد هذه التظاهرة فرصة لتأكيد الأهمية التي يحظى بها هذا الفن الأصيل عند المغاربة وضرورة نقله لأبنائهم وللأجيال الصاعدة وتدريسه في المعاهد الموسيقية وفي الختام أعلن الاتحاد دولي لكرة القدم الفيفا اليوم الجمع عن قائمة اللاعبين الأحدى عشر المرشحين للتشكيلة فيفا الأفضل لسنة عشرين واربع وعشرين والتي تضم اللاعبين الدوليين المغاربة ياسين بنوى الشرف حاكمي والسوفيان راحيمي وتتوي جزاء جائزة فيفا لأفضل تشكيلة اللاعبين واللعبات الأفضل في العالم في مراكزهم ويرشح اللاعبون واللعبات للجائزة حسب آدائهم بين الـ 21 من غشة 2023 والعاشر من غشة 2024 بذلك مشاهدين نكون قد وصلنا الختام هذه النشرة نشكر لكم تيب المتابعة في عمال الله